قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك التهنية والتقدير للأياد العاملة في اليمن بين النساء والرجال العاملين في القطاع العام والخاصة وكل من يواصل البذل مؤمنا بقيمة العمل بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو مؤكدا أن إعادة الإعمار والنهوض باليمن مرهون بيد أبنائها الذين يحركون عجلة الحياة في مختلف مناحي الحياة وأوضح رئيس الوزراء في بقية تهنيته بالمناسبة أنها مناسبة لإعلاقمة العمل الذي يجلب الاستغرار والازدهار وأن العاملون بسواعدهم هم من يعول عليهم إعادة الوجه المشرق لليمن بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ترجمة نانسي قنقر